خيم الحزن على العالم بعد حريق كاتدرائية نوت خدام الفرنسية وانهيار برجها التاريخي وتوالت ردود الأفعال الحزينة من بعض الدول الأوروبية والغربية والعربية أيضا المعبرة عن الحزن الشديد حزين لرؤية جزء منه يحترق بهذه الكلمات عبر رئيس الفرنسي مانويل مكهون عن حزنه الشديد بسبب الحريق الذي التهم كاتدرائية نوت خدام الفرنسية وأكد مكهون أنه يشطر الأمة بكاملها آلامها فيما عبرت بريطانيا عن حزنها الشديد وقالت إنها تقف بحزن مع فرنسا بسبب حريق كاتدرائية نوت خدام كما عبرت ألمانيا عن حزنها الشديد وقالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل أن كاتدرائية نوت خدام تشكل رمزا لفرنسا وجزءا من الثقافة الأوروبية من جهته وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحريق بأنه فضيع واقترح استخدام طائرات مخصصة لمكفاحة الحرائق فيما قالت اليونسكو أن كاتدرائية نوت خدام لا تقدر بثمن وأبدت استعدادها لمساعدة فرنسا على إنقاذ وترميم كاتدرائية نوت خدام وفي أول رد فعل عربي أعلن رئيس المصري عبد الفتاح السيسي حزنه البالغ على حريق برج كنيسة نوت خدام بفرنسا مضيفا أن فقدان ذلك الأثر الإنساني العظيم خسرة فادحة لكل البشرية